خرجة ميدانية لمصالح قمع الغيش على مستوى ولاية تيزيوزو مكنت من تفتيش المركبات الناقلة للمنتجات السريعة تلف ومدى احترام التجار لمعايير النقل والتبريد ومطابقتها لشروط التخزين الصحي نشاهده باللغة والنعيدة مسيسي للتبريد يعني تشكل أكثر من 90% من المسببات نقل المثالجات واللحوم ومشتقات الحليب كانوا أكثر التجار خضوعاً للتفتيش حيث أصفرت العملية عن تسجيل عدد من المخالفات وتغريم مرتكبيها واستدعائهم للمثل أمام لجنة النزاعات وإن حاول بعض الناقلين التحجج بشتى الأسباب للإفلات من العقوبة فإن أغلبيتهم استحسن هذه المبادرة دعين السلطات إلى تكثيفها مستقبلاً مدرية التجارة بوراية تيزيوزو تنظم حملة التفتيش هذه للسنة الثانية على التوالي وتسهر عليها فرق بمعاية مصالح الدرك الوطني الهدف منها حماية المستهلك بالدرجة الأولى خصوصاً في فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر